الذي سطر أروع البطولات الخالدة من الرجولة والفداء الحديث عنه يتجاوز حدود المسافة رجل الزمان والمكان فارس من فرسان المؤتمر الشعبي العام وبطل يمانيون الصالة وجال داخل أروقة السياسة بنجاح وتميز واكتسب تلك المهارات الاستثنائية بجوار رفيقه في مسيرة الحزب والحياة والشهادة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح الأمين الشهيد عارف عوض الزوكا ولد عام 64 في محافظة شبوى جنوب اليمن كان أحد أوائل من انضم مبكرا لقافلة حزب المؤتمر تبوأ منصب نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوى منذ العام تسعين وفي العام نفسه تحصل على ترقية حزبية وضعت على رأس قيادة حزب المؤتمر في شبوى في العام تسعة وتسعين عندما قرر الانتقال إلى صنعاء ليكون بالقرب من مركز القرار السياسي والحزبية تعمقت علاقة الشهيد الزوكا بحزب المؤتمر فأصبح يجمع بين منصبين حزبيين رفيعين فإلى جانب رئاسته لفرع المؤتمر في محافظة الأم تولى رئاسة دائرة الإدارة والخدمات بالأمانة العامة في العام تسعة وتسعين وهي دائرة ذات طابع شعبي مكنته من الاختراب من قواعد المؤتمر وقيادته الوسطية في العام 2003 تم تعينه رئيسا لدائرة المنظمات الجماهرية بالأمانة العامة وهو الموقع الذي كان يشرف على تعزيز نفوذ المؤتمر في المنظمات والجمعيات والنقابات التي كانت حتى ذلك الوقت حكرا على الأحزاب اليسارية ذكاء الشهيد البطل عارف عوض الزوكا أحدث نقلة نوعية في مسيرته الحزبية حيث تم انتخابه في العام 2005 عضوا في اللجنة العامة للمؤتمر ليختفي عرى دار الفاعلية التنظيمية لثلاثة عوام بعد أن تم تعينه محافظا لمحافظة مأرب قبل أن يعود للواجهة مجددا من خلال تعينه رئيسا لدائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر وهو المنصب الذي استمر فيه منذ العام 2008 حتى العام 2012 أما سيرة الصعود في الأوقات الحرجة للبلاد فبالرغم من تقلد الزوكا لعدد من المناصب التنظيمية وتكليف ببعض المناصب الحكومية مثل تعينه وكيلا لمحافظة إب بين عامي 2003 و2004 ووكيلا أول لأمانة العاصمة صنعا للفترة 2004 حتى 2005 ورئاسة لأندية الرياضية مثل نادي التلال الرياضي بعدا إلا أنه ظل قياديا محنكا في المقابل عبد الزوكا تمسكه بالولاء للوطن والمؤتمر والزعيم الشهيد علي عبدالله صالح مما جعل العلاقة بين الاثنين تتصاعد بشكل مضطرط أسهم في ارتفاع رصيد الشهيد البطل عارف عوض الزوكا ليتبوأ مناصب مهمة بداية من تعيينه أمينا عاما مساعدا للمؤتمر الشعبي العام لقطع التعليم والشباب والطلاب في مايو 2012 ووزيرا للشباب والرياضة في العام 2011 ووصولني إلى اختياري أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام من قبل الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي المنعقدة في نوفمبر 2014 أظل الشهيد البطل عارف عوض الزوكا منحازا لكل القيم الوطنية ووفيا للزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ليتم تعيينه في منصب الرجل الثاني في المؤتمر مما جعله في مواجهة مباشرة مع أعداء الوطن مهام طلع العام 2011 تعمقت الثقة الزعيم بالأمين وساهمت حالة الثقة التي سادت العلاقة بين الشهيدين ساهمت تلك العلاقة الاستثنائية في إسناد الزعيم الشهيد للعديد من الملفات الحساسة للأمين الشهيد وخصوصا كل ما يتصل بالعمل التنظيمي والسياسي لحزب المؤتمر الشعبي العام وقف الشهيد الزوكا إلى جانب الزعيم وظهر إلى جواره كثيرا كرفيق درب ونضال يوما بعد آخر تتعزز تلك الثقة بين الشهيدين حتى نهاية 2014 عندما عقد الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح لاجتماعا استثنائي لقيادة حزب المؤتمر صعد بموجبه البطل الشهيد الزوكا لمنصب الأمين العام للحزب الشهيد البطل الأمين لم يتخلى عن حزبه أو عن رفقته للزعيم خلال تلك الفترة العصيبة التي شهدها الوطن خلال السنوات الأخيرة حيث أن الرجل بات يقوم بممارسة دور أضافي تجاوز حدود المهام التنظيمية والسياسية الاعتيادية حيث أقاد خلال تلك المرحلة المفاوضات السياسية ممثلا عن الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر أمام الميليشيات الدموية الغادرة وحتى في مشاورة السلام الخارجية في جنيف والكويت ومسقط يصف الكثير من المتابعين لتفاصيل المشهد السياسي أن الأمين الشهيد أحد أكبر مهندسي سياسة حزب المؤتمر الشعبي العام والمسؤول الأول عن الملفات الأكثر حساسية في المؤتمر وهو الدورة التي اتطبحت ملامحه منذ إشراف الأمين الشهيد على فريق حزب المؤتمر في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العام 2013 الأمر الذي مكنه لاحقا من لعب دور محوري في التقريب مع الشركاء والخصوم السياسيين وصولا إلى توقيع الشراكة بين المؤتمر والميليشيات الغادرة يوليو 2016 عكست تصريحات الأمين الشهيد الكثير من المواقف الحقيقية والصادقة لإخماد الفتن ومواجهة التحديات اعتلى الأمين الزوكا منصة السبعين في الرابع والحشرين من أغسطس الماضي بمنعسبة الذكرى الخامسة والثلاث لتأسيس المؤتمر موجها انتقادات غير مسبوقة للميليشي الدموية وطريقة إدارتهم للدولة ورفض مشراكة وانتهاجهم لسياسة الإقصاء المتعمد بحق المؤتمر ظهر في فعاليات كثيرة متحدثا عن فساد الحوثيين ونهبهم لخزينة الدولة وممارستهم ضد الوزراء من حزب المؤتمر وهي كلها أمور ساهمت في تأزيم الوضع وصولا إلى مقتل نائب رئيس دائرة العلاقة في حزب المؤتمر الشهيد خالد الرضي برصاص مسلحنا حوثيين وما تلا ذلك من تداعيات خطيرة حددت بتفجير الوضع العسكري في العاصمة صنعا كان له دور مهم في منع انزلاق شركاء الانقلاب إلى مواجهة مسلحة من خلال قيامه بدور الإطفاء ولقاءاته مع العديد من قيادات الجماعة الحوثية الظلامية الغادرة من أجل احتواء الموقف وهو الأمر الذي يبدو أنه نجح بشكل جزئي وأجل موعد المواجهة التي تقول الشواهد أنها باتت حتمية في ظل وصول حالة الثقة بين الطرفين إلى أدنى مستوياتها ورغبة قيادات حوثية دموية في إزاحة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر والاستحواذ على السلطة في المناطق الخاطعة لسيطرة العصابات الحوثية الرابع من ديسمبر 2017 استشهد الأمين الأستاذ عارف عوض الزوكة بجوار رفيقه الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح حيث شيعته الألاف من أبناء محافظة شبوة والملائين من المواطنين في الداخل والخارج في صباح التاسع من ديسمبر انطلقت مواكب التشعيع ودعوات ملائين الشعب له بالرحمة والمغفرة ستظل حكاية البطولة مشرقة عبر صفحات التاريخ ومجدا يمانيا مطرزا باسم هذا الرجل الكبير حيا وشهيدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة